اشتركوا في القناة ما هي الأمراض التي تؤثر على النحل سلبا فيموت أو نجده أمام الخلايا متناثرا هنا وهناك يزحف وبكميات كثيرة أو قليلة الأمراض التي تسبب موت وزحف النحل في دقائق معدودة للأستاذ الفاضل الأستاذ الرشد زريقي من تلسطين تكون معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي لك أخي أبو حسون أخي أبو حسون كل الأمراض التي تصيب النحل البالغ تؤدي إلى الزحف سواء كانت طفليات أو فطريات أو جراثيم بكتيرية فيروسية كلها تؤدي إلى الزحف لكن على النحة هذه الفاضل أن يفرق ما بين النحل المصاب بمرض معين من خلال المتابعة والملاحظة من خلال أنه نعرف ما هي الأعراض التي تكون تنشع عن هذا المرض أو ذلك لا يعني وجود نحل زحف عندك أنه في عندك باروة أو في عندك نزيمة ربما يعني من شكل النحل الموجود على الأرض ربما يكون هذا المرض برضو أكريم ربما يكون بعض أنواع الأمراض الفيروسية والأمراض الفيروسية في عينها تقريبا حوالي تم تحييد ما يقارب 22 أو 23 نوع من الفيروسات تصيب النحل كلها تؤدي إلى الزحف سواء كان في عينها الشادل العارض الشادل المزمن الشادل الكشميري الشادل الإسرائيلي كل هذه الأمراض الفيروسية تؤدي إلى الزحف الأمراض التي تصيب أنه ينتج عن بعض المايكروبات التي تصيب النحل الفطريات والفطريات يعني بيكون عالة من الصعب علاجها والفطريات هي التي تؤدي إلى إصابة النحل بالأكريم أو بالنزيمة فالنزيمة أو فطريات السبورات النزيمة هي موجودة فيها معاء النحلة باستمرار على مدار السنة الموجودة لكن احنا في هذه الحالة بنسميها أنه هذا النحل حامل للنزيمة ولكن غير مصاب يعني بمعنى أنه السبورات الموجودة فيها معاء النحلة عددها قليل ما خلق إلها أو ما وجد إلها ظرف مناسب حتى تستطيع مهاجمة أمعاء النحلة وتسبب الحالة المرضية فهنا إذا بدنا نتأكد أنه هذا المرض هو نزيمة أو غير نزيمة فبدنا نلجأ بالنهاية إلى المختبر ولا يشترط أنه يكون المختبر هذا مختبر يعني بمعنى المختبر المتطور مجرد مايكروسكوب بسيط عنده قدرة على التكبير إلى 600 ضعف أو 800 ممكن أنها تظهر هذه السبورات تحت هذا المجهر الصغير كذلك النزيمة فيها العلامات منها انتفاق البطن إذا ضغط عليها رح يخرج منها براز بنية رائحة كريهة هذا في حالة النزيمة أبس أبس أما في حالة النزيمة سيرانة فإذا ضغط عليها من الخلف على البطن رح يخرج عندك سائل أبيض شفاف وما عنده رائحة يعني النزيمة سيرانة يعني أخطر من النزيمة أبس لأنه أعراضه ما بتظهر على النحل سوى أنه النحل بموت إجمالا أخي الكريم يعني ما بدنا نطول في الموضوع عليك بد أعطيك أنا وصفة تستخدمها هذه الوصفة إن لم تنفع لا تضر اللي هي بدك تجيب جل صبار الأوليغيرا يعني بتأخذ ورقة صبار الأوليغيرا بتكسمها وبتأخذ الجل الموجود جواتها وبتعجن هذا الجل مع سكر مطحون ناعم ناعم بودرة يعني بد يكون حتى يصبح هذا بشكل عجيني يعني كثيفة القوام شوية يعني مثل عجينة السكرية أو مثل عجينة البروتينية وبتقدموا هذا العجينة هذه للنحل طبعا ممكن أنك تضيف عليها الشيء من الليمون حتى يكون برضو عامل مساعد في العلاج لأنه يحتوي على الفيتامين سي وكذلك الأمر بصير جاذب للنحل بشكل أقوى في هذه الحالة إذا كان في عندك أنت نزيمة بنوعيها إن شاء الله النحلك يتعافى وهذه طبعا أخذناها عن الدكتور خالد الأشهب جزاه الله كله خير وأنا جربتها واستعملتها وإن شاء الله راح نزيل لك فيديو كمان شوي على هذه المجموعة وتشوفه إذا كان أكارين طبعا راح تشوف أن النحل يعني بيحاول الطيران وبوقع بيحاول الطيران وبوقع لأنه بيكون الأكارين بيصيب الجهاز التنفسي ويؤدي إلى ارتخاء عدلات الخاصة بتحريك الأجنحة فما بيقدر يطير برضو هذا يعني ممكن ينكشف عنه مخبريا أو يعني خليل يكون شخصيا يعني ممكن تكشف عنه ممكن يعني تفصل صدر النحلة عن بقية أجزائها وإذا فيها شفرة حادة ممكن تكسيمها من نص الصدر تكسيمها من منتصف وتشوف لون صدر النحلة ممكن يكون على حمار زيادة فهذا ممكن يكون أشرنا أنه هذا أكارين برضو تحت المجهر الأمور توضع أكثر برضو أخير الغريم يعني الأكارين هي مرض فطري يصيب الجهاز التنفسي ومعدة بنفس الوقت هذا المرض ينشع عن وجود رطوبة عالية في الخلية فبدك تحاول إذا كان في عندك رطوبة في الخلية أنك تحاول أنك تهويها أو تعرضها للشمس لمدة ربع ساعة أو عشر دقائق حتى تتخلص من الرطوبة الموجودة في داخل الخلية ممكن أنه إذا الخلية عندك موجودة هذه في الظل أنك تنكلها إلى منطقة مشمسة هذه إجراءات يعني بس اللهم صد على سيد المحمد الفطريات يعني صحيحة أمراضها مش خطيرة ولكن بنفس الوقت صعب علاجها باستخدام الأدوية لا تستجيب غالبا للأدوية ويعني بدها إجراءات فقط حتى أن نتخلص من هذه الفطريات ويعني أهم شيء في الإجراءات هذه أن يكون الخلية يعني نضعها بالشمس قليلا نهويها نتخلص النرطوبة نضغط النحل نقدم له تغذية تحتوي على فيتامين سي أو عصير ليمون أو ما شابه بحيث أنه النحل يرفع منعته وإن شاء الله بهيك الحالة بنكون يعني حاولنا تخفيف حدة المرض وليس قضينا على المرض ما ارتفاع درجات الحرارة في فصل الربيع وتغذية النحل على المواد الطبيعية من حبوب اللقاح الطبيعي والرحيق الطبيعي بكل هذه الأمور إن شاء الله تنتهي تحياتي